اشتركوا في القناة جاموس جاموس وليس بقر هي التي خرجت في شوارع الريباط هذه اولا ثانيا ما شاهدته انا بامعيني يرعب حقيقة انا شفت واحد الحيوان متوحش فيه رائحة كريهة جدا فيه اه اه خرج اللو من فم ديالو واحد المخاط ديال اللعاب متسخ زيادة على ديدان في الانف ديالو وفي الاخر كي يخرجوا يقولوا بانه خصم المغربة يكلوا داك العجب صحة يعني بزز عليهم هذا تعديب هذا صنف من صنوفي تعديب المواطن لان المغربي واحد الشعب واحد الشعب اللي هو كريم وشعب اللي هو نظيف وشعب اللي هو متعود على واحد دبيحة نظيفة واحد دبيحة كتغدى على واحد الشكل معين في البيئة المغربية تجيب لونتا اه حيوان تقولوا هديك السلامة الصحية راها لا يؤدي طبعا حتى الحمار اللي كيكلوه بعض الناس لا يؤديهم لا 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 كيكلوه في الصين الافاعي لا تؤديهم الكلاب كيكلوها في طيوان لا تؤديهم ماشي هذا هو المعيار المعيار هو الضوق الشعب المغربي متعود على واحد ضوق معين كتجيونتا وتعذبوا وتعيفوا اذا هدي حكومة تعذبوا والسبب ديال اه ندرة ندرة اللحوم في المغرب كيرجع الى مخطط المغرب الاخضر وما يكدبش علينا وزر الفلحة ويقول بانه هدي حقا كورونا هي اللي ادت الى هاد ندرة نهائيا هدي كدبا ما واقع هو انه عزيز اخنوش لما كان وزر الفلحة اعتامت سياسة ديال تلقيح الابقار المغربية بحيوانات منوية لبقري لثيران اه اه اجنابية وبتالي هديك البقران المغربية من اللي كتحمل بدك تطور الملقح اه اه كيخرج خارج اكتر من الحجم ديال الراحيم ديالها فتعذب من اللي كتتعذب ما كتدرش اكتر من جوج والدات في العام وكتدوز المتباحة هاد الامر اللي ادى الى الندرة ديال الابقار اللي غتولد لنا اللي غتولد لنا البقري هدا هو المشكل المشكل الاخر هو التصدير هو التصدير والاعتماد على التصدير تصدير تصدير اذا بقينا بلاش الخطير في الامر هو انه خيارات بلادنا لحوم الخضر فوكه كتصدر على برا وكيجيبوا لنا جيفة وكيجيبوا لنا اه 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 حيوانات ذات خلقة ورائحة كرهة وكيجيبوا لنا الزبل ديال العالم باش يوكلوه المغربة هذه فوق العنصرية لهيه هذا فوق التعذيب لهيه ويمكن احنا عوالين اننا نديرو اجراءات امام القانون الوطني وامام القانون الدولي لان ما يمكننا استكتوه على تعذيب الشعب المغربي